بفقرة أناقة المشاهد لليوم راح نتكلم عن إطلالات الفنانة اللبنانية زينة مكي اللي تميزت بإطلالاتها الجميلة والأنيقة بالسنوات الأخيرة وأيضاً بشفناها بإطلالات جداً رائعة بالمهرجانات وكانت أحدث إطلالاتها على الإستجرام يا الإطلالات الكاجول اللي نقدر نعتمدها بأيامنا العادية لذلك اليوم اخترنا لكم ثلاث إطلالات راح نتكلم عنها أنا والبنات أتمنى تقدرون تنسقوا منها الإطلالة اللي تعجبكم أول إطلالة كانت إطلالة كاجول بألوان جداً مميزة وجميلة اختارت زينة مكي تنورة بلون الوردي تنورة طويلة بقصة ضيقة نسقت معها توب بلون الأصفر كان أوف شولدر مع أيضاً إردان منفوخة ونسقتهم مع صندل بيجي مفتوح مع إكسسوارات ذهبية اللونين مع بعض جداً قويين بس تنسيقهم كلش حلو مما ينطي الألوان الزاهية لإطلالة جميلة بالفعل ميزة مثل ما ذكرتي زينة دائماً تعرف تختار شنو اللي يناسبها ويناسب جسمها وهي معروفة من الفنانات اللي دائماً يتميل للبساطة بإطلالاتها لأنه شي يشبهها ويشبه شخصيتها لذلك إذا انتهمينك أنت يتميلين للبساطة تقدرين تستلهمين منها إطلالة لإطلالاتك القادمة أما اللوك اللي أنا راح أتكلم عنه فهو لوك كاجول ارتدت بزينة تنورة من الساتان بطبعة جلد النور اللي هسته كلش دارج خصوصاً لخريف والشتاء موسم الخريف والشتاء نسقت ويا أيضاً بليزر بدون أكمام طويلة نوعاً ما عليها حزام عريض على منطقة الخصر وياقة عريضة باللون البيج لذلك طلعوا سوية كلش حلوين أنا أحب المكس بين البليزر درسز أو حتى البليزرز اللي تجي نوعاً ما طويلة اللي يجي بها حزام على الخصر وجوها تنورة يطلع فد لك كلش حلو خصوصاً إذا مثلاً اعتمدنا تنورة بيها تول أو تنورة ستان يطلع لك حلو للخريف ويا ربو عبود كلش حلو وبمعنود ذكرتي الإطلالات الخريفية شاهدت في الإطلالة اللي راح تكونها أيضاً هو تنسيق خريفي بامتياز ارتدت الفنانة زينة أيضاً لك خريفي ولكن جداً كلاسيك وراقي ومناسبة جسمها الرشيق نسقت توب بقماش الشيفون باللون الأسود ردان طويلة ومكسم على الجسم وكملت التنسيق مع تنورة طويلة بليسية بألوان مختلفة الألوان الخريفية اللي هي اللون البني الغامق وأيضاً الأصفر وتدرجات البرتقالي وكملت التنسيق بحقيبة كانت ألوان الحقيبة هي نفس ألوان التنورة اللي هي ألوان البنيات وتدرجاتها فكانت تنسيق جداً حلو وراقي بامتياز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر